اليسار ليمات هذه وتبعتوه جريمة خطيرة في حق بلادنا وفي حق النظام الجمهوري جريمة نجم تكون أيضا من سنة الجرائم تعمو حاولات تبديل هيئة الدولة نعم الأمر خطير ياسر لأننا في فترة انتخابات والانتخابات هي اللي بيتحدد مستقبل بلاد واللي يقصي مرشحين بطريقة غير قانونية قاعد يتلعب بمستقبل بلاد وباستقرارها وبالسلم الأهلية ثم أنا إقصاء منذر الزنايدي هو إقصاء لإرادة جزء من الشعب اللي منحوا أثيقة متاعه وهنا نحب نأكد بقوة القانون وثيقة في الله أنا اليوم مترشح للانتخابات الرئاسية تم التصريح بقبول ترشحه من المحفة الإدارية اللي نحب نذكر أنها هي أعلى سلطة مؤتمنة على المسار الانتخابي بالقانون وبالدستور ونحب نأكد من جديد عدم معترافي بقرار هيئة غير مستقلة وغير نازيهة معتبرا قرارها باطلا ومعدوما لأنه ببساطة ليس دستوريا وليس قانونيا علاوة على أنه ليس أخلاقيا وليس ديمقراطيا ونحب ننبهنا كل السلطات والمؤسسات الشرعية واللهئات الرسمية بأنه عدم تنفيذ قرار المحفة الإدارية قد يفتح على بلادنا باب خطير متع التشكيك في شرعية الانتخابات وشرعية نتيجها وشرعية من نظم عملية الانفراد بالحكم وأنبه في نفس الوقت كل شخص شارك في الجريمة هذه بأن يد القانون ستطاله عاجلا أم آجلا وتوانسا ما همش باش يتسامحوا في جريم تزوير الإرادة متاحهم والتلاعب بمستقبل بلادهم وتقويض نظامها الجمهوري ترجمة نانسي قنقر